أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعمة الستر من أفضل النعم التي لا ينبغي للإنسان أن يكف عن شكر الله لها شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة يتجلى في أن تسطر عباده ولا تفضح في أن تسطر عيوب الناس ولا تكشف في الحديث الشريف إن الله حيي ستير يحب الستر يكفي لنا أن نسمع هذه الجملة من هذا الحديث الله حيي ستير يحب الستر الله لا يحب أن يفضح عبده بل يكره من عبده أن يفضح نفسه لذلك أمرنا الشرع الحنيف إذا مبتلينا بفعل معصية أو مخالفة أو فعل نشين يسيء إلى أخلاقنا وقد سطره الله علينا أن نسطره عن أعين الناس لأن الإنسان إذا ما سطر الذنب عن أعين الناس فهو أجدر وأحرى أن يسارع بالتوبة منه لذلك في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا ما فعل العبد ذنبا وقد سطره الله عليه فعله ليلا ولم يره الناس كان مصطورا عن أعين الناس فيصبح ويحدث الناس بما فعل الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يفعل ذلك يكره من عبده أنه إذا ما أرخى عليه سطره أن يكشف هو سطر الله عنه بل بيّن في الحديث يوم القيامة يدن الله تبارك وتعالى العبد المؤمن منه ويضع عليه كنفه ثم يقول له عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ حتى يقرره بذنوبه فيقول أي رب نعم أي نعم أتذكر هذه الذنوب فيقول الله تبارك وتعالى له سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذه نعمة الستر لولا نعمة الستر علينا ولولا نعمة الستر لذنوبنا ولولا نعمة الستر لعيوبنا ما استطاع الواحد منا أن ينظر في وجه أخيه نحن نتعامل بستر الله لنا لذلك عيب كبير ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي هذا يفضح هذا وهذا يذكر عيوب هذا وهذا لا يستر مساوئ هذا وكأن الفضيحة صارت خلقا فيما بيننا ونسينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما ستره الله يوم القيامة وكلمة مسلم خرجت على سبيل الغالب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المجتمع المسلم وإلا من سطر إنسانا ولم يذكر عيبه من سطر مساوئ الناس ولم يكشف فضائحهم كان جزاؤه أن يستره الله يوم القيامة لذلك لما سئل أحد العلماء بماذا ننال ستر الله قال عندما تصطر عباده عباد الله إن نعمة الستر من أجل النعم ومن أعظم الكربات لو فهمنا مغزاها وطبقناها فيما بيننا نأتي إلى شيء يحدث في بيوتنا كشف المرأة لعيوب زوجها وكشف الرجل لعيوب زوجته الزوجان وقد أفضى بعضهم إلى بعض الزوجان كل منهما غطاء وستر للآخر لذلك لا ينبغي بحال من الأحوال أن تكشف المرأة عيوب زوجها لأحد ولا أن يكشف الرجل عيوب زوجته لأحد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عندما قال إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل الرجل يفضي إلى امرأته وهي تفضي إليه ثم ينشر سرها خلق مذموم يقع في بيوتنا يقع في مجتمعنا حتى ولو اختلف الزوجان كل منهما لا بد أن يسطر الآخر حتى يسطره الله يوم القيامة والجزاء من جنس العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر